عجلة الأزمات الاقتصادية عندها علاقة مع النصوص الشرائية كيف يعقل بأن المعارضة قد مقترحة القوانين 200 مقترحة قانون منها تقدم الشراكية بوحدة قد منها 50 عشر مقترحة قانون ولا واحد تقبل للمعارضة ولا الأغلبية هذا إشكال ورس يتوزيع طرف به بأنك المشكلة عند الحكومة لا تتفاعل ما شم الحكومة؟ عند البرلمان عند الحكومة لا تتفاعل اسمح لي الله يخليك مقترحة القوانين يديد البرلمان وعندما نتقدم بهذه المقترحة القوانين لا يوجد حكومة تحضر في العربية أمام الليجان لا يوجد حكومة تقبر تفاعل نقصها وقدمها كاليجان سيتوزيع طرف بأن المشكلة التشريعية لا يوجد علاقة بالأزمة الاقتصادية ولا غير ذلك بالنسبة تكلم على اسمية المسألة البيطالة في التزامات العشرة الحكومة هو خلق مليون منصب شغل ونسبة نموه 4% نحن لاحظنا بكين 297 ألف منصب شغل تفقد ونسبة البيطالة وصلت 3 أفضل إلى 5 أفضل و40% في فئة الشباب لدينا 12 ألف مقاولة وفليست في 2023 و15 ألف مقاولة في 2023 وصلت 15 ألف مقاولة هذا إشكال عند الحكومة حكومة عندها فتحت واحدة المجموعة الأوراش التي هي مهمة ورش التغطية الاجتماعية ورش الدعم الاجتماعي دعم السكن يعني هي واحدة الأوراش التي هي كبرة وخصصها تمويلات دخمة هالتمويلات من سنجيبوهم الميزانية ديال الدولة تعتمدوا على الرسوم والضرائر إذن خصنا شي حوله لنجيبوهم عندنا البيطالة متدنية نسبة النمو اللي قلت 4% مستحيل تحقق يعني عندنا الجافف وندرة الماء والمشكلة ديال المخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر وإنما عندنا السيادة غدائية هذ المشاكل كلها كاتبين بأن الحكومة فشلت فشلا داري في الشق الاقتصادي وللأسف شديد كنا نعوي كان قلوب النادي حكومة ليبرالية ودير رجال الأعمال غير نشحوا في الشق الاقتصادي وللأسف شديد عندهم فشل داري وهذا شي بالأرقام